السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشد التربوية في درس جديد يتعلق بالقراءة الوظيفية لعنوان السياحة الأسبوع الأول من الوحدة السادسة صفحة 188 صفحة 189 في هذا المقطع سنتعرف على أجوبة أسئلة ما قبل القراءة وأسئلة الفام والتحليل وكذلك أسئلة أركب وأقوب فتابعوا معنا المقطع إلى النهاية نبدأ على بركة الله بأتهيأ للقراءة أتحدث عن أهم المناطق السياحية في قرية أو مدينة أو جهتي نعم المطلوب فالسؤال أننا نتحدث عن المناطق السياحية القريبة لنا في قريتنا أو المدينة لنا أو الجهة الخاصة بنا إذن كل واحد يتحدث عن أهم المناطق السياحية التي توجد في منطقته مثلا أنا أنتمي إلى جهة طنجة طوان الحسيبة مثلا من أهم المناطق السياحية مثلا في مدينة طنجة قصبة طنجة مقهى الحافة مثلا مغارة هراقل وغيرها من الأماكن التي يمكن زيارتها بمدينة طنجة وهكذا كل واحد يذكر أهم المناطق السياحية القريبة له السؤال الثاني ألاحظ وأتوقع أقرأ العنوان ثم أتوقع سؤالا سيجيبه عنه النص نعم العنوان هو السياحة إذن ما هو السؤال الذي سيجيبه عنه النص مثلا السؤال الذي سيجيبه عنه النص هو التعريف بالسياحة وبأنواعها أتظر أولا بعد لأن الكاميرا كاتهز لأنني أول مرة كنقوم بالتصوير باليد لي نعم لإرضائكم وإرضاء المتابعين متابعي قناة مرشدية طربوية نعم ننتقل إلى أفهموا السؤال الأول أشرح الكلمات التالية باستعمال القاموس عن السياحة الاستقطاب حملات والاحتكاك نعم للإجابة على هذه الكلمات وشرحها ضروري أن نستعمل القاموس عربي لشرح هذه الكلمات وفهم معناها نعم بالنسبة للكلمة الأولى السياحة هي تنقل الأفراد أو المجموعات من مكان إلى آخر بقصد الطرفيه أو التطقيف أو العلاج الاستقطاب معناه جذب يعني نجذب الناس لمكان معين حملات هو نشاط يهدف لبناء منشآت سياحية الاحتكاك هو التعرف على أماكن جديدة السؤال الثاني أحدد المعنى المناسب لكلمة ساحة في الجملتين التاليتين بالاستعانة بمفاتيح السياق نعم عندنا ساحة الماء على الأرض الماء على الأرض أذنه ماء مفاتيح السياق ساحة الرحالة ابن بطوطة في البلاد الرحالة في البلاد نعم بالنسبة للكلمة الأولى ساحة الماء بمعنى جار الماء أو إن سابع الماء نعم ساح الرحالة بمعنى جال الرحالة أو ارتحل الرحالة السؤال الثالث عرف الكاتب السياحة بأنها الصفر من أجل البحث عن العمل أو الصفر من أجل الاستكشاف أو الصفر من أجل الاستمتاع أو الصفر من أجل الطراصة نعم في الفقر الأولى أن السياحة هي الصفر بهدف طرفيه أو التطبيب أو الاستكشاف أو غيرها من الأنشطة التي تحقق الاستمتاع بدنيا وذهنيا ونفسيا إذن الجواب هو الصفر من أجل الاستكشاف وكذلك الصفر من أجل الاستمتاع نعم ننتقل إلى السؤال الرابع أحدد الفقرة المناسبة للفكرة الآتية بيان بعض مشاكل النشاط السياحي نعم الفقرة التي تتحدث عن المشاكل مشط سياحي هي الفقرة الخامسة نعم في السطر الثاني إلى مشاكل عديدة تفقنا منها تحتيم الكثبان الرملية الساحلية وغيرها من المشاكل إذن الفقرة الخامسة السؤال الخامس أضع أمام كل خدمة سياحية الموظف المسؤول عنها عن ألف المرشد السياحي المصوق السياحي موظف الاستقبال موظفة الوكالة السياحية على غرار المثال بيع التذاكر وتنظيم الرحلة دال موظف الوكالة السياحية والمسؤول عن الإشراف على خدمات الإشهار السياحي إذن باء هو المصوق السياحي والمسؤول على الإشهار بالنسبة للجملة الثالثة الترحيب بالسياح وضبط المواعيد جيم هو موظف الاستقبال مرافقة السياح إلى المواقع السياحية هو المرشد السياحي ألف سؤال السادس السياحة الموسمية تكثر بالمناطق الأثرية أو الجنالية أو الشاطئية ننتقل إلى الفقرة الرابعة لكن معظم الأنشطة السياحية موسمية بحيث تكون الزيارة لمكان مكثفة في موسم معين وخاصة شواطئ البحار إذن تكثر بالمناطق الشاطئية الآن ننتقل إلى أركب وأقوم السؤال الأول ألخص فقرات النص كتابيا في عناوين رئيسية لدينا خمس فقرات الفقرة الأولى يعالج الكاتب تعريف السياحة الفقرة الثانية أعطنا أنواع السياحة الفقرة الثالثة صناعة السياحة الفقرة الرابعة الأنشطة السياحية وفي الفقرة الخامسة تحدث الكاتب عن مشاكل السياحة مشاكل السياحة السؤال الثاني أبدأ رأيي في المعلومات التي أورطها الكاتب في الفقرة الثانية من النص رأيي في المعلومات التي ذكرها الكاتب هي معلومات جديدة علي حيث لم أكن أعرف هذه الأنواع الكثيرة التي ذكرها السؤال الثالث أتحقق من صحة التوقع التي افترطته قبل القراءة وأعلل ما توصلت إلي نعم توقعنا لموضوع النص كان نسبيا صحيحا حيث تحدث الكاتب عن مجموعة كبيرة من أنواع السياحة والمشاكل التي تعترض السياحة وكذلك كيفية صناعة السياحة وغيرها من المواضيع وبهذا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع وإلى اللقاء إن شاء الله في مقطع لاحق ولا تنسونا من صالح الدعاء في هذا الشهر الفضيل